بتفكروا بأول أدواركوا تكون إيه؟ بتفكروا تشتغلوا حتبتدوا إزاي؟ طيب، يمكن من اتجاه إحنا يعني أولاً كل زميلي من بداية ما بدأنا السباق الانتخابي وهما مهمومين حتى بعضهم مستعجل جداً من النواب الجدد بنقول لهم يعني تريس في وضع رؤيتك وخطتك خلال الفترة اللي جاي محدش فينا داخل تمثيل شرفي زي ما كنا بقول تمثيل الشرفي ده موضوع عفا عليه الزمن وكان بيحصل في عقود سابقة إن يجي الشاب أو المرأة بعدد كان عدد ضعيف عشان يقولوا إن البرلمان ده فيه تمثيل المرأة وتمثيل الشباب الموضوع اختلف تماماً الشباب من البرلمان الحالي عندهم تجربة متميزة في التنفسية يعني بينفسوا وبينضحوا في تجربتهم الكبار وأصحاب الخبرة في كل المجالات وده تبين حتى من شغل وعمل اللجان النوعية تواجد الشباب في مكاتب وهيئات مكاتب اللجان النوعية وحضورهم القوي وتقديم مشروعات قوانين وتقديم واستخدام الأدوات الرقابية بكل صورها ده إدى انطباعي إنه لا الشباب مش داخل التمثيل شرفي وبالتالي إحنا بالنسبة لنا كل واحد داخل برؤية وبرنامج وبيتكلم من دلوقتي هو عايز يعمل إيه؟ هيستخدم أدواته الرقابية إزاي؟ هيستخدم أدواته التشريعية إزاي؟ وأيضاً عندنا الجانب الخدمي لأنه ما زال البرلمان في نظر الناس إنه ده لازم يقدم لي خدمات ولازم يساعدني في هذه الخدمات ومع عدم وجود المحليات لسه البرلمان هيقوم بالدور ده فبالتالي إحنا مهمومين بهذه الكتلة الكبيرة إنها تكون متميزة لأنه كمان لو إحنا ما قدناش أداء جيد هيقولوا لا الشباب غير قادر وبالتالي إحنا بنفتح الأفاق إما الجيل كامل أو بنقول إن تجربة الجيل ده بتفشل سياسياً وبرلمانياً فإحنا دخلين بالهم ده دخلين مهمومين بده إن إحنا لا إحنا مش دخلين تمثيل شرف لا إحنا دخلين نقدم تجربة متميزة ومحترمة في كل المجالات وكل ما عندنا رؤى اشتركوا في القناة